ترجمة نانسي قنقر اليوم سوف نأخذ الضمائر الشخصية المفعول يعني ايه؟ الضمائر الشخصية المفعول LIPER NON PERSONAL COMPLEMENT الضمائر الشخصية دي يعني انا مثلا بذل ما اقول انا اشتريت الكتاب وبعد ما اشتريته انا كذا كذا يبقى الضمائر الشخصية دي دي ضمائر شخصية بنعرفها كويس جدا الضمائر الشخصية دي هي برا عندنا هنا اربع ضمائر طيب يعني ايه برضو دمائر شخصية يعني مثلا انا انا زرورة المتحف مثلا ما اقول انا زرورة المتحف اقول انا زرورته فزرورته الهاء في زرورته دي معناها يعني عيدة على المتحف طيب ادوات الشخصية المفاول به فيه ادوات شخصية ارضي دمائر شخصية خاصة به الجمل فيه جمل مفاول به مفعول به مباشر وفيه جملة اللي فيها مفعول به غير مباشر طيب الجملة اللي فيها مفعول به يعني ايه برضو بصوا قلوك على حاجة الجملة الفرنسية بتتكون من ثلاث حاجات فاعل وفاعل ومفعول به الجملة الفرنسية بتتكون من ثلاث حاجات فاعل اللي هو ضمائر الفاعل وفاعل اللي هو الفاعل ومفعول به بتاع الجملة طيب مثلا لو انا قلت دمار 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 د المفعول به المباشر هو الذي لا يصبكه حرف جر يبقى المفعول به المباشر هو الذي لا يصبكه حرف جر يعني مثلا الجملة القدامكم دي جوف الزيت لوم الزي هل قبل كلمة لوم الزي المتحف هل قبلها حرف جر؟ لا حرف الجر دي زي A و D و هكذا مش قبلها حرف جر يبقى دي هنا هنحط فيها الضماير وشخصية الخاصة بمفعول به المباشر اللي هي لو لا لي إلا أبوصطرف طيب ايه هي الضماير الشخصية الخاصة بمفعول به غير المباشر احنا عندنا في المنهج اتنين لوي و لير ومش هنقولهم دلوقتي هنقولهم في فيديو تاني يبقى انا بس عايزاكوا تعرفوا الفرق بين الجملة اللي فيها مفعول به مباشر والجملة اللي فيها مفعول به غير مباشر الجملة اللي فيها مفعول به مباشر هي الجملة اللي فيها مفيش فيه حرف جر إنما الجملة اللي هنستقلم فيها مفعول به قصدي هنستقلم فيها ضمير شخصي خاص بالمفعول به اللي جير مباشر دي الجملة اللي فيها حرف جر اللي هي المفعول به نفسه قابله حرف جر طيب أنا عندي هنا Libre non personnel ضمائر شخصية اللي هي Lula لي اللي أبصر في بقية كده عندنا أربع ضمائر شخصية خاصة بالمفعول به المباشر المفعول به مباشر هكرر تاني هو المفعول به اللي في الجملة اللي مفيش قابله أي حرف جر طيب احنا عندينا هنا Libre non personnel Lula لي اللي أبصر بتحل محل مفعول به مباشر مسبوء بقية إما بأدات معرفة زي Lula لي اللي أبصر صفة إشارة صفة ملكية صفة إشارة مثلا زي سوس ست أي حاجة صفة ملكية مثلا اسم علم بيحل محل مفعول به مباشر مفرد مذكر ده اللي هو اللو أو اللي أبصر يبقى اللي بيحل محل مفعول به مباشر مفرد مذكر أول ضمير شخصي معنا اللي هو اللو أو اللي أبصر جوفي زيت لومي زي أنا بزور المتحف جوفي زيت لومي زي أنا عايزة أقول أنا زورته يعني أنا عايزة أقول أنا زورت المتحف بدل ما أقول أنا زورت المتحف وأجيب كلمة المتحف أقول أنا إيه زورته فهنحط هنا ضمير شخصي مباشر لان اللومزي هل قبلها اي حرف جر اي حرف جر في الدنيا او 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 لا مش قبلها حرف جر يبقى نستخدم ضمير شخصي مباشر اللي هو لو لا لا اللي هو ابوصطرف يبقى اشوف في زد اللومزي هنشيل بقى اللومزي واقول انا زور طه زور طه يبقى الجول لو في زد يبقى لومزي اول حاجة يا ولاد احنا بنشوف كلمة لومزي مثلا هي كلمة مذكر لومزي مذكر فاحنا هنختار الضمير الشخصي المباشر الخاصة بالمفعول به المباشر اللي مش قبله حرف جر فهنحط لو قبل الفعل يعني نحط لو قبل الفعل يبقى احنا كدنا عندنا اربع ضمائش شخصية لو لا 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 ابوصطرف اللو اللي هي خاصة بايه اللو اللي هي خاصة بتحل محل مفعول به مباشر مفرد مذكر طيب الا او الا ابوصطرف ليه بنقول الا ابوصطرف لانه ممكن تكون الفعل مبدوء بحرف متحرك ولا حاجة فنعمل الا ابوصطرف طيب اللو بتحل محل مفعول به مباشر مفرد مؤنس طيب الليه بتحل محل مفعول مباشر جمعي بنوعيه طيب اللو رون كونتر السونامي هي قبلت ايه صادقة هي قبلت صادقتها السونامي اخرها قو قبلت صادقتها طيب انا عايز اقول هي قبلتها قابلتها يبقى اللو رون كونتر عملنا ايه مترس شلنا كلمة السونامي شلناه خالص حزفناها ده مفعول به حزفناها والمفروض نحط مكانة للمفعول به ده ايه لا عشان السونامي مؤنس طيب اللو رون كونتر وهنحط لا لا بقى ما ينفعش يبقى كده شكل الجملة وحش يبقى هنحط الضمير قبل الفعل الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل اللو رون كونتر طيب سامي اوفر مثلا لافناتر فتح الشباك انا عايزين نقول سامي فتحه سامي فتحه تبقى ايه تبقى سامي المفروض اوفر لا ليه يا ماترس لان لافناتر اصلا الشباك مؤنس طيب في حاجة هنا يا ولاد المفروض ما نحطش لا في الاخر والمفروض ضمير الشخصي نحطه قبل الفعل طيب يا ماترس احنا هنحطه ماشي قبل الفعل تبقى سامي لا اوفر طيب هنا برضو في حاجة ان فعل اوفر الوفر يفتح مبدو بحرفه متحرك يبقى نعمل ايه بالتقاء حرفين متحركين نستخدم الابصرف تبقى سامي اوفر يبقى سامي ايه فتحه طيب اللي بقى متحل محل مفروض مباشر جامع بنوعيه اذا كان بقى جامع مذكر ولا جامع مؤنس دي حاجة عادية ايه ملاحظات مهمين جدا جدا يبقى هرجع معاكو تاني ان الضمير الشخصية بتحل محل المفundai به weirdly يبقى هنا هنعرف مكان الضمير الشخصي دع دانةseen ان الضمير الشخصية بتحل محل المفrule به اللي في propose الجملة بس بردو ظمير الشخصية دي زميرة جدا فيه ضمار شخصية خاصة بالمفaintoute stiffness عليه الضمير الشخصية خاصة بالمفاثول به الغير مباشر طيب الضمير الشخصية الخاصة بالمفاول به المباشر يليض الغير مباشر في الجملة هو الحرف جر الآن نحاول صحيح المفاوضة مما يوجد عدم الجملة نحن اخدتنا 4 ضمائق شخصية هذا ضمائق شخصية مما يوجد وضع مما يوجد مجدد جدا جدا أنا ذرت المتحف قلتها فوق أنه يجب أن الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل طيب عند النفي يوضع الضمير والفعل بين النو والبع يوضع الضمير والفعل بين النو والبع يبقى لما يكون فيه النفي عند النفي يوضع عند النفي يوضع الضمير والفعل بين النو والبع طيب لما يكون فيه فعلين في الجملة دايما يكون الفعل الأول مصرف والفعل الثاني فين في المصدر طيب إمدى بقى نحط الضمير الشخصي فين يعني مثلا الجملة دي هو سوف يوطي هدية لوالده تبقى كده احنا عندنا فعل مصرف وفعل ايه في المصدر طيب هنحط الضمير الشخصي فين هنحط الضمير الشخصي بين الفعل المصرف والفعل في المصدر يبقى في زمن الماضي المركب في زمن الماضي المركب بنحط الضمير قبل الفعل المساعد طبعا الماضي والمركب ده قواعدة كبيرة جدا مش هنقولها دلوقتي بس مثلا يعني هو احضر الكتاب احضره يبقى ايه بري دي معناها احضره حاجة في الماضي طيب هنحط بقى الضمير الشخصي في المصدر بين النور بقى والفعل العادي هنحطه برا هتبقى جونو لي بابري جونو لي بابري طيب مع المساعد افوار هنضيف تبعية بقى ياما او ياما اس ياما او اس لاسم المفعول حسب المفعول يعني ايه الجملة قدامنا جي بردو مافاليز انا ضاعت مني حقيبتي جي بردو مافاليز المفروض بقى جو لي بردو المفروض هنحط بقى مافاليز المفروض بقى لا بس هي هنجي نحط مثلا قدام ايه ليا ايه ايه اللي قدامكو دي اللي هي الفعل المساعد بس هو مبضوع حرف المتحرك فنحط اللي افوار هنحط او بقى لان مافاليز مؤنس والقول دي اسمها او التبعية تمام علي ا ام في ت سيزامي هو علي دعا اصدقائه يبقى علي لي ا ا ام في ت حطينا اس عشان سيزامي جمعه مذكر طيب الرابع ملاحظة معانا في الامر بقى في زمن الامر بروندو لليفر يعني احضر الكتاب هنحط الضمير امتى بقى عايزة اقول احضره هنحط الضمير بعد الفعل في الامر المسبت يبقى بروندو بروندو طب في النافي بقى يوضع الضمير قبل الفعل هتحط الضمير فين قبل الفعل نو لو بروندو با وهتنفي الضمير والفعل معاني يعني هننفي لو بروندو في النص بين النو والبا تمام اتمنى اكون عرفت اوصل المعلومة واستنوا الفيديو الجاي هيبقى عبارة عن حل الاسئلة اللي تحت دي باذن الله واكتبولي في الكومنتات ايه الحاجة الصعبة وانا اشرحها تاني